سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملين ايه معكم عبداللطيف السعيد واهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة هو الصراحة فيديو مختلف فيديو فريد من نوع على القناة لان انا الفيديو ده مش جاي اشرح لك حاجة الفيديو ده انا جاي اطلب منك طلب او زي ما تقول كده يعني مش طلب وانما جاي اخذ رأيك رأيك يهمني شفت انا شخص ديمقراطي ازاي شفت انا شخص بالفعل يعني شايف ان رأيكم مهم بالنسبة لي قد ايه لذلك عملت فيديو مخصوص وطلعت وسجلت فيديو عشان اقولك ان انا محتاج رأيك شفت انت رأيك مهم بالنسبة لي قد ايه شفت انت عندي غالي قد ايه بص يا سيدي يعني عشان انا مطولش في الفيديو انا هحكي لك القصة انا عندي موقع وهو موقع كريزي نيت الموقع ده الصراحة متضمر تدمير لا تدخيله يعني عليه اخطاء الدنيا والاخرى تمام اخطاء السيو وموقع تقريبا يعني من يعني الاول كان يعني يقارن بموقع موضوع او موقع موضوع اللي يعني اللي غلابكم يعرفوه ولا انا حرفين كنت بتصدر فيه يعني زي ما تقول ايه مفيش كلمة امسكها الا لما عدي او اتصدر فوق موضوع ذات نفسه فامني يعني ما شاء الله كان موقعي كان ذات سيت عالي جدا زمان بس انا اهملته اهملته بشكل كبير وبداية الاهمال ده لما كان حصل تحديث في جوجل والموقع ايه تعاقب الصراح انا كسلت بأمانة كسلت ان انا احل المشكلة دي كسلته من ساعتها بدأ الانهيار ان موقعي كان بيدخل ما يقارب حوالي خمسين الف زيارة يوميا او اكتر والله ما فاكر يعني اعلى زيارة انا سجلتها تقريبا ميت الف زيارة يوميا او اكتر تقريبا حاجة كده جديد ده يعني حاجة واو فهمني كانت حاجة جامدة يعني طيب يعني انا كنت بقى جيب زيارات بالعبيد حرفيا موقعي تعاقب ابدأ بقى في الانهيار موقعي دلوقتي يا دوبك بيجيب ميت زيارة في اليوم شفت الانهيار اعمل ازاي طيب انا حاولت ان انا اصلح يعني الصراحة كل مرة بقول هرجع واشتغل في الموقع من اول جديد وكده 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 يعني من كتر المشاكل اللي في الموقع بيصبني حالة احباط ان انا بشتغل فيه شوية ووقف اشتغل فيه شوية ووقف وطبعا ده ما ينفعش وانا الوحدي فانا قررت ان اعمل موقع جديد وطبعا ان انا اعمل موقع جديد باسم كريزي نت مش هتمشي لازم ان انا اعمل موقع جديد باسم مختلف وفكرت برضو ان جنب ما انا اعمل موقع جديد ممكن اغير اسم القناة دي من اسم كريزي نت الاسم اخر او ان انا يعني اعمل قناة اخرى باسم الموقع اللي اعمله وابتدي على نظافه عشان اكون صريح معك موقع كريزي نت اللي انا عملته هو اول موقع في حياتي حرفيا هبت وتعلمت فيه كل حاجة بالتالي مليان اخطاء من هنا للصبح كنت يعني الموقع ده كان يعتبر اكل عيشي وحقل تجاربي في نفس الوقت المفروض ان هو واحد يعمل حاجة كحقل تجارب بشكل مختلف كده لأ انا كنت عامل كله في سلة واحدة وده كان غباء مني الصراحة وكان تهور كمان نفس الفكرة القنادي القنادي كان يعني زي ما تقولي حقل اختبار وفي نفس الوقت ان انا بقدم فيه الحاجة المفيدة يعني وسبحان الله يعني اللي اتنين نجحوا مش هقولك ما نجحوش فيمنين الحمد لله اللي اتنين اصبحوا معروفين واسم كريزي نت اصبح معروف وسبس مطفو الوطن العربي والحمد لله يعني وبفضل ونعمة من عند ربنا طبعا ده فضل الله انا فقط عملت مجهودي ولكن فضل الله وهو اللي ايه هو اللي خلى القناة دي تنجح طيب هنا بقى النقطة المهمة انا عايز اعمل موقع جديد عايز اعمل قناة جديدة بس مش عارف الاسم هيكون ايه فكرت كتير انا طبعا مش محتاج الناس اللي هيا بتهزر تمام تيجي تحت الموضوع والله العظيم بصه انا واحد انا يعني انا حرفيا حس الفكاهة عندي على شعراية ليه لان انا فعلا يعني من ساعة احداث فلسطين اللي هي من سنة فاتت بتاعة سبع اكتوبر وانا والله العظيم بصه ببلع الحياة دي بالعافية فانا مش نقص حد يستظرفلي في التعليقات بالله عليكم انا بكلني يعني انا ممكن اتحك بهزر كده بس ايه انا حرفيا الموضوع واقف معي على شعرا ما بين الدحك وبين الايه وما بين اللي انا اتخانق يعني تمام فانا مش عايز اخسر حد انا عارف ان انا متعصب وربنا مش انا الواحد كلنا على اعصابنا والله كلنا على اعصابنا ومادام احنا فتحنا سيرة غزة واهل غزة وفلسطين ادعو لنا ربنا ينصرهم على الخنازير ونشوف فيهم يوم اللهم امين يا رب فانا مش عارف اعمل ايه انا بفكر افتح موقع وقناة جديدة أو أغير اسم القناة دي يعني أنا بفكر أن أغير اسم القناة دي أو أعمل قناة جديدة وبفكر أن أنا أفتح موقع جديد أبدأ فيه من الصفر بس أنا مش لاقي الاسم فأنا عايزك أن إنت تساعدني أن إنت تشوف لي اسم موقع يعني تساعدني أن أنا لاقي اسم موقع اسم موقع بالفعل مميز ذات معنى مش مستخدم يعني اسم محدش استخدمه قبل كده ومتوافق مع الدومين يعني اسم موقع مش مستخدم يعني محدش استخدمه قبل كده ويمشي مع دومين يعني دومين مثلا يكون متاح لي تمام بدون أي تشويه أو تعديل يعني مثلا زي مثلا مش عارف أقولك إيه اسم يعني متاح مع الدومين لو حتى تقدر تحط لي الدومين معاه يبقى أنت قطر خيرك والله فأنا عايزك تفكر معي فكر معي إيه الفيديو أو إيه القناة اللي أنا أقدر أعمل يعني أعملها باسم جديد وجنبها موقع برضو يحمل نفس الاسم يعني مثلا عبل لطيف للمعلوميات طبعا أكن بش عامل حاجة للمعلوميات وما محدش يقول لي حاجة للمعلوميات بأمانة اسم للمعلوميات ده اتحرس لا أنا أصلا كنت بكره كلمة للمعلوميات دي معلش أنا آسف يعني لكل القنوات الناس اللي هم اسمهم للمعلوميات على الراسي والله بس أنا بكره كلمة للمعلوميات دي اسم بص حرفيا من ساعة المحترف والاسم ده اتحرس يجيش مليون مرة أنا مش عايز لان انا مش عايز حتى اسم قريب من اللام والعين. تمام? طيب. اه فهي دي النقطة. فانا عايزك ان انت تساعدني في ان انا اختار اسم القناة. كويس. ذات معنى. واسم بالفعل اه اه يعني ليه هيبة كده. وغير مستخدم. يعني لو انت جيت بحث عنه على جوجل ما تلاقيش حد بالفعل. يعني عمل موقع عليه. ولو انت عرفت ترفق لي معده مين متوافق مع الاسم بقى جزاق الله وكل خير. لان الاسم ده هعمله كموقع وكقناة. فوروني رأيكم واقتراحتكم تحت في التعليقات. وصدقني انا هقرأ تعليق تعليق زي ما دايما بعمل وبرد على تعليق تعليق زي دايما بعمل. ووروني كده ابدعاتكم يا شباب. لان انا بالفعل 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 محتاج اسم ومحتاج عشان ابدأ من جديد. يعني انا بالفعل زي ما تقول كده قررت ان انا ابدأ من جديد بس ابدأ صح بقى. ابدأ وانا معاي خبرات سنين. فيبني ان انا مش هقع في نفس الاخطاء اللي انا ققعت فيها المرة الفاتتة. وهيكون تحدي ما بينه بالنفسي. ان انا بالفعل اوصل الموقع بتاعي والقناة الجديدة دي بازن الله. فاكبر مرحلة ممكنة او اكبر عدد زيارات او اكبر عدد مشاهدات ومشتركين وكلامنا كله. فاسرع وقت ممكن. لاني هضيف فيه خبرات سنين دي كلها. هيكون تحدي بينه بالنفسي. فهمني اعمل فيك كل المتاح اللي اقدر عليه عشان اكبر القناة والموقع ده. فمنتظر ردكم. منتظر تعليقاتكم. واتمنى اني ما كنش طولت عليك ولا كنت يقيل عليك. وبس خلاص. ده كان الفيديو. يلا. شكرا يا خير بقى. منتظر التعليقات على احرم الجمر. ومع السلامة.